بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك اتفرقت السنة دي على المسلسلات الدينية اللي انتجها التلفزيون المصري اعتقد حضرتك ما كنتش فادي تشوف مسلسلات دينية لان مسلسلات الاكشن والمسلسلات المخابراتية الوطنية كانت كتير جدا معذور طبعا وبرضو يمكن حضرتك من اللي قرروا اصلا ما يشوفوش دراما تلفزيونية في رمضان لان ربنا هداه لعابته في هذا الشهر الكريم ممكن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلسل التاريخي الجميل اللي بدأ عرضه 1980 عاد مرة اخرى فهل وجدت وقت عشان تشوفه ولو عاد عرضه هيتعرض فين لماذا اعترض شيخي الازهر على عرض مسلسل محمد رسول الله هل شاهدت المسلسل التاريخي الاخر سيف الله المسلول المسلسل المصري التاريخي العظيم اللي تناول سيرة سيدنا خالد رضوان الله عليه سيف الله المسلول اللي قام ببطولته ياسر جلال وعمر يوسف حضرتك شفته هل تابعت الخناء الكبيرة اللي ضارت بسبب هذا المسلسل الرائع المبدع والذي تفوق على كل الاعمال التاريخية العربية والتركية والايرانية هنعرف مع بعض حكاية المسلسلات الدينية المصرية ونعرف لماذا زاد انتاج هذه المسلسلات في السنوات العشرة الاخيرة زاد جدا في مصر حلقة على رأي روتانا هتخليك مش هتغمض عينيك الحق بقى غمض عينيك شوية قبل ما نبدأ في عرض الفن وسنينه اشتركوا في القناة كانوا علينا ديابة وإحنا ناس غلابة ينفلت من بين إيدينا سماء مهما السنين عدت هوى وشابه اتفقت أنا وزوجتي أن ربي أبناءنا على الأخلاق والقيم محمد رسول الله يعود بإنتاج عالمي بعد توقف إنتاجه أكثر من 25 سنة تصدق يا مؤمن أن الدولة المؤمنة افتقرت هذا العمل التاريخي الجميل والذي لم يسبقه أي عمل دراما تلفزيوني ديني من قبل هتصدق إن شاء الله هذا ليس حلم من أحلام الشيخ علام وأنا بعرض عليك الحلم لكن هذا تصريح السيد عادل ثابت رئيس قطاع الإنتاج في اتحاد الإذاعة والتلفزيوني المصري يعني إيه ومين الأستاذ دا حضرتك دا أعلى راس إنتاجية في التلفزيوني المصري لإنتاج الدراما هتقول لي هو التلفزيوني لسه أصلا بينتج حاجة هقول لحضرتك ما تبقاش متشائم أو كده اضحك خلي الصورة تطلع حالوة شوف حضرتك السيد عادل ثابت بيقول إيه بيقول أن مسلسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيخرج بالدراما المصرية إلى العالمية الحمد لله كان نفسه شوفها وهي بتخرج قبل ما موت الحمد لله هتخرج خلاص طيب ما تعرضش ليه في رمضان دا والنهاردة 13 منه وإيه علاقة شيخ الأزهر بعدم عرضه وهل حقا اعترض شيخ الأزهر على ما جاء في هذا المسلسل لذلك لم يعرض هقول لك بس حضرتك تعالى كده نعرف مع بعض كيف استخدم الخبثاء مسلسل محمد رسول الله لتمرير الفترات الإعلانية وتثبتها في التلفزيون المصري على شاشته وكيف استخدموا مسلسل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يجعلوا هذا المسلسل شريكا لفوازير رمضان اللي حولت شهر رمضان الفضيل إلى 30 حلقة بدل 30 يوم صيام بدأت حكاية خلق نمط للمسلسلات الشهرية الطويلة مع هذا المسلسل تحديدا فهل كان أصحاب الفكرة والإنتاج سيئ النية؟ الأكيد طبعا لا الأكيد أن النية كانت تذكير الناس بأنبياء الله ورسله بدأت حكاية هذا المسلسل التاريخي اللي استخدمه الخبثاء فيما بعد بدأت سنة 1980 وكان مكون من خمس أجزاء الجزء الأول سنة 80 وكان بيعرض حياة الأنبياء بدءا من النبي إبراهيم عليه السلام بأرض بابل في العراق وانتهاءا بوفاة يعقوب عليه السلام في مصر مع استعراض البشارات التي وردت على لسان هؤلاء الأنبياء بخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم محمد جميل طبعا طبعا جميل وهو فيه أجمل من كده بدأنا من هذه السنة تحديدا 1980 نرتبط في رمضان بال30 حلقة دراما زي ما ارتبطنا من سنة 66 بال30 حلقة فوزير وكله على التلفزيون المصري المملوك للدولة المصرية الجميلة كله كان بيقعد يشوف ويستنى السنة اللي بعدها اللي هي 1981 تابعنا بشغف شديد الجزء الثاني من سلسلة محمد رسول الله والجزء ده كانت كلم عن سيدنا موسى عليه السلام في مصر ومر على أنبياء الله دود وسليمان عليهما السلام وبالقيس ملكة سبأ وإسلامها على يد نبي الله سليمان عليه السلام في الجزء الثالث حكى لنا المسلسل اللي أرد سنة 1982 عن حياة نبي الله زكريا وعيسى عليهما السلام وانتهت هذه الحلقات بأبرها ملك الحبشة اللي جاء عشان يهدم الكعبة راح مكة يهدم الكعبة حضرتك طبعا الحبشة دي يعني أثيوبيا حضرتك قبلك أثيوبيا أيوة خذ لي بالك بقى من أثيوبيا دي وشوف كده مشكلتنا معها من إمتى من زمان من أيام ما كانوا عايزين يهدموا الكعبة بالمناسبة الأحباش هم هؤلاء الذين يؤمنوا حتى اليوم بالديانة اليهودية هم يعتبرون أنفسهم أتباع اليهود ويعتبرون أن ملك اليهود هو ملكهم ويبقى اللي بيحكم هنا بيحكم هنا يعني ارتباطهم بالكيان الصهيوني ارتباط وصيق وتاريخي وديني وعقائدي وكل حاجة ما علينا انتهى الجزء الثالث ببشارات مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام أما الجزء الرابع بقى من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتكلم عن بدايات نزول الوحي على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما عناه مع كفار قريش ووقوف أمنا خديجة حبيبتي وقرة قلبي وعيني حين وقفت إلى جوار سيدك وسيد العالمين محمد حتى تحميه ليبلغ الرسالة شفت بقى حضرتك الستة المحترمة لما تكون محترمة ممكن تعمل ايه؟ ممكن تساعد في تبليغ الرسالة الكاملة التي جاء بها خير خلق الله أما الجزء الخامس فاستكمل حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعصر النبوة وتأسيس دولة الإسلام في المدينة هل كان عملا ناجحا؟ نعم في وقته كان يحقق النجاح المبهر حتى أننا كنا نشاهد هذا المسلسل وكأننا نتعبد الله بمتابعة أحداثه وقصص أنبياء الله شوف حضرتك الدرامة ممكن تعمل ايه في الناس؟ آه والله ده كان حاصل هذا المسلسل الذي توقف ولم يتكرر في مصر كان صاحب فكرته وكاتب النص الأول له الأديب الكبير عبد الحميد جودة الصحار علي رحمة الله وكتب الأغاني أغاني المقدمة لهذا العمل الشاعر الغنائي الفحل عبد الفتاح مصطفى عليه رحمة الله اتنين كبار جدا من كتاب مصر وقتها وانت حين تتكلم عن عبد الحميد جودة الصحار عليك أن تقف وتتوقف وتنتبه وتنبه أنك أمام أحد عمالقة الأدب والتاريخ في تاريخ مصر الحديثة ولد عليه رحمة الله الصحار سنة 1913 وتوفي عليه رحمة الله سنة 1964 وقد أتم الستين من عمره الصحار تنبأ بهزيمة مصر في كتابه الرائع والناقوس الخطر الكبير جدا كتاب وعد الله إسرائيل حذر بشدة من أن مصر ستقع في هزيمة ثقيلة وأن الكيان الصهيوني مع كيانات عربية وغربية ستكون سبب في هزيمة مصر وأن هذا الصراع مع مصر لن يتوقف صدر هذا الكتاب قبل 67 إلا حصل أبداً طلعوا بقى حضرتك المثقفين والنخب وكده صخروا من هذا الرجل وسبق هذا الكتاب كتاب آخر برضو في نفس السياق هو قصص من الكتب المقدسة حلل في هذا الكتاب الشخصية اليهودية وعلاقتها بالمنطق وقد ظهر في كتابه هذا كم كان هذا الرجل الصحار موسوعياً في اطلاعه وفهمه لكافة الكتب السماوية ثم تم تنفيذ مسلسل محمد رسول الله اللي كتبوا في كتابه بعد وفاة الصحار بست سنوات كاملين عليه رحمة الله هذا العمل شارك فيه تقريباً كل الممثلين الكبار في مصر أمثال عبدالله غيس عبدالغفار عودة عبدالمنعم إبراهيم شكري سرحان فردوس عبدالحميد وغيرهم كتير جداً طيب لماذا طالب شيخ الأزهر بمن عرض هذا المسلسل ومن هو هذا الشيخ الذي طالب بذلك وقتها كان في هذا الوقت أحد كبار علماء المسلمين المحترمين الشيخ جاد الحق علي جاد الحق كان شيخ الأزهر في هذا الوقت وهو قد شدد على نقطة شرعية واحدة ووافق على فكرة المسلسل بل دعمه النقطة دي كانت إيه؟ لما كان بيظهر عبدالله غيس كان بيطلع يتكلم بلسان سيدنا موسى عليه السلام فالشيخ قال لا يجوز أن يتكلم مباشرة باسم النبي فلذلك أضافوا كلمة قال وهنا يبقى هو بينقل عنه يعني نقل وليس كلام مباشر وبكده خرجوا من الحرج ووافق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق على عرض هذا المسلسل السؤال ماذا لو أن الشيخ جاد الحق موجود النهاردة في هذه الأيام وشاهد ما أبدعته الدراما الإيرانية شديدة الإتقان هل كان سوف يوافق على ظهور سيدنا يعقوب بنفسه وشخصه وسيدنا يوسف بنفسه وشخصه عليهم السلام إن الشمس التي ستحن رأسها بين يديك في قبل الأيام ها هي راكعة أمامك وكذلك سيشد لك القمر وأحد عشر كوكبا في يوم من الأيام سيأتي يوم تكون فيه سيدا ووجيها بين الناس ووليا من أولياء الله شوف بقى يا سيدي أنا أتكلم الآن كمخرج وأنا بالطبع والضرورة لست في موضع الفوتية أنا لست رجل دين لقد شاهدت سلسلة يوسف الصديق عليه السلام اللي أنتجته الدراما الإيرانية والشيعة حضرتك ليس عندهم مانع من تجسيد شخصيات الأنبياء والصالحين والصحابة هم فكرهم وفقههم كده لذلك أنتجت الدراما الإيرانية يوسف الصديق وهي سلسلة من 45 حلقة شيء ولا أبدع ولا أجمل ولا أروع ولا أكمل وكان إنتاج هذا المسلسل سنة 2008 إخراج هذا العمل الرائع المبدع أخرجه المخرج الإيراني فرجالة سالحشور وأنتجت الدراما الإيرانية أيضا مريمة المقدسة لكن مريمة المقدسة تم إنتاجه سنة 2002 يعني قبل يوسف الصديق بست سنوات كملين وكما لو أنهم كانوا يعني يقوموا بالتجربة بتجريب أنفسهم في هذا المسلسل مسلسل مريم حتى يصلوا لقمة الإنتاج الفني في يوسف عليه السلام يوسف الصديق مسلسل مريم الصديقة جميل لكنه كان بطيء أو قول أن إقاعه كان إقاعا واقعا بلغة السينما لعل السبب في هذا قلة الأحداث في الفترة الزمنية اللي نقلها المسلسل منذ ميلاد مريم عليه السلام إلى ميلاد المسيح عليه السلام ده اللي كانت الفترة اللي كان بيشتغل فيها المسلسل أو بيتعرض فيها لحياة السيدة مريم عليه السلام فلذلك ما كانش فيه أحداث كتير ولذلك أيضا كان الإقاع بطيء أخرج هذا العمل مريم شهريار بحراني ولما حضرتك تشوف العملين هتلاقي فرق كبير جدا في تملك أدوات المخرج الفنية الواضح بين المخرجين لاتنين سلحشور ده مخرج يعني ملوش حل يعني مخرج حركة وديكور وملابس وهو ابن المدرسة الروسية توفي هذا المخرج الكبير سنة 2016 بعد أن أنجز عدة مسلسلات تاريخية دينية بدأ بمسلسل النبي أيوب عليه السلام ثم أصحاب الكهف ثم يوسف الصديق ولما نتكلم عن الناس اللي سبقونا في أي مجال أي مجال لما يكونوا متفوقين علينا الهدف هو أن نصبح أفضل منهم ونتعلم منهم السينما والدراما الإيرانية تفوقت فيه اختيار مواقع التصوير وتجهيز هذه المواقع والإنفاق الضخم جدا على مواقع التصوير بحيث أنك تشاهد كأنك داخل هذا العصر التاريخي بنفسك ثم تفوقوا أيضا في الملابس تتعجب جدا من دراستهم لتاريخ ملابس الحقبة اللي بيتم عرضها أو التعرض ليها وكيف يقوموا بتنفيذ هذه الملابس بكل دقة ثم بقى حكاية تانية خالص اتعلموها من الروس المكياج واللحة والشعر الموضوع ده ما فيش حاجة اسمها عندهم لزق بروكة ولحية وشعر من هنا ولا من هنا ولا روح عند عشوب خد منه كم حتة شعر ويشتغل بها وخلص نفسك لا يا حبيب والديك ما عندهمش الكلام ده خالص عندهم الإتقان وهو ده الإخراج اختيار كل شيء بدقة زي ما كان عندنا المخرج العالم العقري شادي عبدالسلام عليه رحمة الله مش العبط اللي عملوه واللي عملوا المخرج بتاع المسلسل الفرعوني اللهبل اللي يعني حاول يظهر من فترة كده بسيطة من كم يومه وعرضوه كمفروض يتعرض في رمضان وتم إقافه لأنه عامل الممثلين حضرتك عندهم سكسوكا ودقن روشة كده حضرك عارف الدقنة بتاع الشباب اللي هم الروشين ده عامل دقن روشة مسلسل الملك اللي كان بيتكلم عن فترة من فترات تاريخ الفراعنة لكن كمان ساعد هذا المخرج مجموعة من ممثلين إيرانيين عباقرة في الأداء أعني طبعا مخرج عمل يوسف الصديق مصطفى زماني الممثل اللي عمل شخصية يوسف عليه السلام بطيبته وزكائه وتسامحه وجماله حاجة كده ولا أروع وقامت الفنانة الإيرانية كاتايون رياحي بدور زليخة ولو حضرتك عاوز نتكلم عن كاتايون دي وأداءها وجمالها في كل مراحلها العمرية وفي وقت ما أصبحت عجوز هنتكلم كتير جدا طبعا أعني في هذا المسلسل هنتكلم كتير لأن عندها فن التقمس والإنسياب في الأداء شيء رائع وعبقري وكأن هؤلاء تم اقتطاعهم من التاريخ وقاموا بعرضهم علينا حديثا أو لعلهم أخذونا إلى تاريخهم لاحظ أننا بنتكلم هنا عن عمل تم إنتاجه سنة 2008 يعني من 13 سنة ونيف وما زال هذا العمل يشاهد حتى اليوم وبيشوفوه ملايين من البشر فكل حلقة من حلقاته على اليوتيوب في أكتر من موضع يعني مش بس في قناة واحدة لما بحثت لأتعم لعمل عشرين وثلاثين واربعين مليون مشاهدة للحلقة الواحدة لكن طبعا هذا العمل التاريخي الكبير ما قدرش ينافس مسلسل الاختيار على سبيل المثال اللي حقق في حلقة واحدة حلقة واحدة من مسلسل الاختيار على اليوتيوب ما حقق 22 ألف مشاهدة حضرتك ما تتحكش عيب يعني أنت حضرتك كده بتسخر من الأعمال الوطنية وإنت لو سخرت من الدراما الوطنية يبقى حضرتك بتسخر من الوطن لكن إحقاقا للحق الحلقة الجبارة الخامسة اللي الناس كانوا مستنيينها في مسلسل الاختيار 2 العالم كله كان قاعد منتظرها طبعا حققت بقى على اليوتيوب مشاهدات غير طبيعية في 8 أيام عملت 445 ألف مشاهدة يا بلاش طبعا إحنا مش هنتكلم عن أرتغرول عشان حضرتك يعني لو رحنا للأرتغرول هيبقى عندنا مشكلة جدا وكبيرة جدا وهنغوص في بطن الأرض من الكسوف والخاجل ويكفي حضرتك إنك تعرف إن مسلسل أرتغرول الوحش قوي ده اللي قفته مفتي مصر بعدم جواز مشاهدته عارف حضرتك كم شوهد شوهد في 85 من بلاد العالم بكل لغات العالم وعارف حضرتك حقق مشاهدات قد إيه حقق مشاهدات بنصف عدد سكان الأرض آه والله يعني حضرتك عمل 3.5 مليار مشاهدة 3.5 مليار شافه أرتغره للوحش اللي ما حرمنا الناس لشوفه واللي المفتي طلع وقال بعدم جواز مشاهدته عد بقى حضرتك ورايا يا بيتر ميمي يا مخرج الانتخار العظيم وابكي بدل الدموع دم لما تشوف هؤلاء المخرجين اللي عملوا أعمال حقيقية والناس شافتها بجد وانت عمال تغوص وتلوص في الاختيار واحد واثنين ومستنين معاك ثلاثة شوف يا حبيب والديك شكل القصر وشكل الملابس وشكل فرعون شوف وتعجب الإيرانيون لما حبوا يعملوا مسلسل عن مصر وعن تاريخ مصر وعن حضارة مصر قاموا ببناء قصور بحجم ورسم ونحت وألوان القصور الحقيقية عند الفراعنة ولبسوا الممثلين والعسكر نفس ملابس الفراعنة حسب المدون على حوائط الفراعنة هذا المخرج الإيراني سال حشور اللي توفي في 2016 وكنت أتمنى أنه يعيش أكتر ويقدم لنا أعمال درامية تاريخية عظيمة أكتر من كده لكنها الأقدار قدم مصر في أجمل وأبهى صورها قدم مصر وسفراء دول إفريقيا وغير إفريقيا من بلاد الدنيا جايين يقدموا الجزية والطاعة والهدايا لفرعون مصر هذا المخرج ما عاش بقى حالة النفسنا وقال لك يا عم إيه مصر إيه وبتاع إيه إحنا الفورس إحنا اللي حكمنا مصر لازم نقدم مصر ولا حاجة ونبقى إحنا الإيرانيين الجمدين لا قدم مصر إنها الدولة الأقوى وقتها والأغنى وقتها قدم كل البلاد المحيطة بمصر إنها مجرد بلاد بدوية مجرد بدو يعيشون على رعي الأغنام وبيبوا يبيعوا السجاد والصوف بتاعهم في مصر عشان يقدروا يعيشوا ويكملوا بقية السنة هو قال كده وعرض الحقيقة التاريخية هكذا قدم فرعون مصر إنه أول من آمن بيوسف عليه السلام وإنه أول من كان من الموحدين الحكام في الفراعنة إخناتون هذا الشاب الذي ما زال جسده موجود إلى اليوم وكرسي عرشه الذي لا يوجد مثيل له في جمال الصناعة والنقش والنحت في التاريخ كرسي إخناتون وسريرو هو تحفى هي الأغلى عبر التاريخ كله إلى اليوم أو قول أنها تحفى لا يمكن للبشرية أن تقدرها بثمن فهل نستطيع أن نحافظ على هذه التحفة أم أنها سوف تضيع كما النيل والتاريخ والأرض أبهرني المخرج الإيراني سلحشور بدقته وأدبه مع التاريخ أبهرني بإتقانه للحركة والتصوير ولم يحاول فرد بقى عضلاته في معارك حربية كان عارف كويس جدا أنه لا يملك أدواتها فلم يعرض نفسه ولم يعرض علينا معارك حربية ولا معاركة واحدة في هذا المسلسل اللي هو 45 حلقة لأن معاركة حربية واحدة قد تكلف المنتج أكتر من نصف تكلفة هذا المسلسل كله فلماذا يجازف بما يستطيع علاجه بالدراما وقد كان قدر بالفعل وحقق الإبهار في دقة ونقل قصور المصريين بيوت المصريين حياة المصريين وقتها نقل حياة النبي يعقوب عليه السلام الصعبة جدا البسيطة جدا اللي كان عايش فيه البدوة وفي المقابل حياة الفراعنة والمصريين المطرفة جدا والغنية جدا عرض حب يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام وعرض جحود أخوة يوسف وكذبهم وظلمهم وظلمهم إلى آخر لحظة من لحظات المسلسل لم يعترفوا ولم يتوبوا إلا بعد أن سجدوا مع والدهم وأمهم أولا كنت تظن أبدا أن تتحقق يوم الرؤية يوسف أبدا وأسوأ ما في الأمر أننا نجبرنا دائما على إجلاله ومدحيه والثناء عليه وجعلنا نتعجب طوال الوقت ده كيف لأبناء نبي أن يكونوا هكذا ظالمين سالحشور جعل المشاهد الذي يقرأ القرآن ولا يفهم بعض أحداثه أو معاني الكلمات يستطيع أن يفهم ويعي ويعيش كل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم الذي وصف حياة يوسف الصديق عليه السلام أغلق هذا العمل وانتهى وأحداثه انتهد وقد جعلك تحب يوسف عليه السلام أضعاف أضعاف ما كنت تحبه قبل أن تشاهد هذا المسلسل مسلسل يوسف الصديق فاتش بقى في نفس زليخة امرأة العزيز ودخل جواها دخل جوا نفسها وخلنا نعرف كيف أحبت يوسف فجعلك تشفق على زليخة وتحبها وتغفر لها خطيئتها كما غفر لها الله عرض المشاهد القرآنية الكاملة المتكاملة في الوصف الرباني بحيث أننا نشاهد وكأننا نتجول داخل مخيلتنا التي رسمها القرآن الكريم طوال حياتنا ونحن نقرأ القرآن ونقرأ سورة وقصة يوسف عليه السلام مشهد النساء اللائي قطعنا أيديهن رأيناه كيف حدث ولم نكن نفهمه بالشكل الكامل الذي عرضه لأن خيالنا لم يساعدنا فساعدنا هذا المخرج عشان نقدر نفهم مشهد الرول الذي تأكل الطير رأسه اللي كان مع سيدنا يوسف عليه السلام في السجن رأيناه وفهمنا لماذا وكيف حدث هذا الأكل مشهد البئر وكيف تم إلقاء يوسف عليه السلام في البئر وكيف عاش يوسف الطفل اللي عمره مش أكتر من عشر سنين أو أقل كيف عاش في البئر المظلم وحيدا وكيف آنسه الله سبحانه وتعالى في هذا البئر بل كيف نجاه الله ما كنتش عارف الحقيقة وفهمت من هذا المسلسل علينا أن نحترم من يتفوقون علينا حتى نلحق بهم وقد تفوق الإيرانيون في هذه الأعمال التاريخية ولم يستطع أن يجاريهم إلا حاتم العلي المخرج السوري حاتم علي الله يرحمه المخرج العبقري الذي رحل ولا نعلم هل نجد مثله أم لا محمد رسول الله هل يعود خسارة مصر الفنية ويلحق بالدراما الإيرانية قرأت على حضرتك في بداية الحلقة خبر إنتاج اتحاد الإزاعة والتلفزون المصري مسلسل محمد رسول الله اللي هيبقى عالمي لكني لم أقل لحضرتك أن هذا الخبر كان قديما وليس حديثا فقد كان هذا التصريح في 2012 يعني حضرتك كان أضغاث وأحلام الرجل الطيب عادل ثابت كان بيحلم وهو نايم ومضغطي بقى ولا مش مضغطي الله أعلم كان بيحلم أنه هينتج مسلسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويكون بمستوى عالمي حلو الحلم برضو ما فيش مانع واللي ما نعرفش نحققه في الحقيقة نحققه في الحلم حتى الأنبو وممكن نشرب أنبو في الحلم إلا يجرى يعني أما الإيرانيين فلم يحلموا لقد حققوا وسبقونا رغم أننا تاريخيا سبقناهم في صناعة السينما والتلفزيون يا عيب الشوم شوف كده حضرتك لما حبوا يعملوا فيلم محمد رسول الله عملوا إيه لقد بنينا مدينتين سينمائيتين خصيصا قد يستفيد منهم الآخرون فهما صالحتان للاستخدام لمدة 30 عاما ونأمل أن يأتي مخرجون جدد لتصوير أفلام عن النبي محمد على أساسهما لقد فتحنا الطريقة وحضرنا التربة الصالحة للعمل في هذا المجال شفت أيها المصري اللي ما فيش حد زيه شفت الإيراني مجيدي المجيدي مخرج فيلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما حب يعمل فيلم تاريخي عن رسول الله عن رسولنا الكريم والفترة الزمنية اللي ولد فيها وعاش بها راح السعودية راح مكة والمدينة درس مع فريق جيولوجي ومهندسين ديكور ومصممين ملابس وفنانين مكياج درسوا كل التفاصيل التاريخية وعادوا إلى إيران معهم كل المخططات وقاموا ببناء وتنفيذ هذه المدينة بالمتر العجيب جدا أن هذه المدينة التي بنوها كانت تحاكي تماما شكل مكة حسب الوصف التاريخي حين ولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحين جاء أبرها الحبشي لهدم الكعبة أعادوا إحياء الأماكن والأحداث والشخص كأننا وقتهم أو كأنهم جاءوا في زمننا لكن وكالمعتاد هاجم مفتي السعودية فيلم محمد صلى الله عليه وسلم ليه بس يا عم قال الشيخ ما لك زعلان من الفيلم ليه إيه اللي حصل قال لك الشيخ بقى عب عزيز قال الشيخ اللي هو أصلا ما شافش الفيلم لأن حضرتك هو كفيف ما بيشوفش قال لك أن هذا الفيلم تشويه للإسلام ليه بس يعمل حج قال لك برضو أنه فيلم ما جوسي وعمل عدو للإسلام وأن عرضه لا يجوز طبعا حضرتك وحضرتك وسعدتك ياللي قاعد هناك حاطت رجل على رجل كده الكلام ده كان مش مبارح والأول مبارح ده كان 2015 يعني قبل السعودية العظيمة ولا العظمة ما تشهد التطور العجيب الغريب والتقدم في كل شيء حضرتك التقدم اللي ما كانش حد يحلم به لا عدو ولا حبيب قبل ما تلغي هيئة الأمر بالمعروف وتعمل بدلها هيئة الترفيه على الخلق بقاعات السينما والمراقص الحلال والذي منه حضرتك أكيد خيالك شغال معلش برضو لو حضرتك سألته النهاردة يا عم الشيخ قال الشيخ انت عب عزيز ممكن تلاقي عنده رد تاني وإجابة تانية خالص هذا الفيلم يحكي طفولة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم منذ ولدته إلى سن بلوغه سن 13 سنة وطبعا ما فيش مشهد واحد بيظهر فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لكنها كلها البداء المتعرف عليها ما لابس بيضة ونور محيط به وهكذا أنا لا أجيز ولا أنكر ولا أمنع ولا أمانع لأن ده شغل رجال العلم اللي بجاد مش الرجال المكوكين اللي متزبطين على رأي وهوى الحاكم وقلت لحضرتك في بداية الحلقة أن الشيعة ليس عندهم موانع شرعية في الموسيقى ولا في ظهور الصحابة وحتى الأنبياء يجوز لا يجوز أنا مليش دعوة حضرتك ممكن نسأل الشيخ محمد الصغير الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود الشيخ حاتم عبد العظيم أنا بس عاوز أقول لحضرتك أن مصر اتأخرت جدا أوي خالص وثابت الساحة لكل من هب ودب يتفوق عليها بسبب وبدون سبب ليه؟ لأن المصريين مشغولين في الدراما الوطنية اللي كانت بنزيمة من كام سنة لكنها النهاردة الحمد لله أصبحت ومع التطور الطبيعي للحاجة الساعة أصبحت الوطنية في مصر اختيار واستخار واختار فشة أو بمبار صنف زي الفل يلا سمي وكل قبل مأفل بقى أقول لحضرتك الإجابة اللي طرحتها عليك في بداية السؤال قلت لحضرتك ولفي بداية الحلقة قلت لحضرتك أنت شفت كام مسلسل ديني السنادي في الحقيقة ما كانش حد فاضي يعمل أي مسلسل ديني ولا تاريخي إسلامي لا السنادي ولا السنة اللي فاتت ولا السنة اللي قبلها ولا السنة اللي قبلها ولا السنة اللي قبلها وانت راجع كده لغاية 2018 ليه لأن الناس مش فاضية للكلام بقى اللي بقى قديم ده دين إيه بقى وتاريخ إيه ومسلمين إيه احنا لوقت عايزين التطور وعايزين نبقى حاجة حلوة أمال إيه المسلسل بتاع خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لا يا حبيبي ده المسلسل ده بقى لهم سنتين بيتخنقوا عليه كله شوية يجيبوا ممثل ويرروحوا قلبينه ويهرب الممثل ويجي ممثل تاني يروح حربان اللي جاء الأولاني ويجي التاني وهكذا وحتى الآن لسه ما عملوش المسلسل العظيم اللي ممكن ينافس كل الدراما التركية التاريخية والدراما الإيرانية التاريخية وسوريا أيام ما كان فيها دراما وهذا مجد عبدالله يحييكم اشتركوا في القناة جالوا علينا ديابة و احنا ناس غلابة ينفلت من بين ايدينا سماء مهما السنين عدت هوى و شامل اتفقت انا و زوجتي ان ربي ابناءنا على الاخلاق والقيم اشتركوا في القناة